اشتركوا في القناة وزير شؤون البلديات والزراع إلى إنشاء حديقة جديدة في مجمع 716 في منطقة ضاحية الرملي حيث ستشمل ممشى بطول 450 مترا ومنطقة ألعاب وملاعب رياضية وبين سعادته بأن مشروع تشجير الرملي في مجمع 715 سيتضمن زراعة 2511 شجرة من جانبه أوضح سعادة وزير الأشغال بأن تنفيذ عددا من مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي يأتي لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده مملكة البحرين بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتلبية تطلعات واحتياجات أهل المنطقة طبعا اليوم تشرفنا صباحا بزيارة سعادة وزير الأشغال أستاذ أبراهيم الحواج وسعادة وزير البلديات والزراعة سعادة أستاذ والمبارك إلى المنطقة العالي الدائرة الساسة المحافظة الشمالية ليطلعنا بحسب تنسيق القائم بيننا وبين الوزارتين وبقية وزارات الدولة بادروا مشكورين بطرح مبادرة أن تعرض جميع المشاريع التي تقوم عليها الوزارتين حاليا في الدائرة الساسة في منطقة عالي خاصة مشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتخطيط والحداث وكل هذه الأمور متعلقة بالبلديات أيضا وعملية التشجير في المنطقة وبما في ذلك منطقة الرملي ومنطقة عالي والشوارع عالي الرئيسية واعتقدنا الجهد المبدول من قبل الوزارتين جهد كبير جدا والميزانيات المرصودة لهذه المشاريع ميزانيات مهمة وسبق التوافق حولها مع الوزارتين معنيتين من خلال ميزانية الحالية اليوم شفنا مجموعة من المشاريع في الدائرة الساسة الشمالية خاصة ممشى عالي هذا الممشى الذي يشهد يوميا بإقبال كبير من الرواد وممارسة رياضة المشي والجري فاليوم راح وزارتين البلديات خصصت ميزانية لتطوير هذا الممشى وتغيير الأرضية وهذا المطلب اللي كان الأهالي يتقدمهم فيه سابقا وإن شاء الله راح هذا الأمر بيتحقق على أرض الواقع بالإضافة لأنه راح بيكون هناك تركيب المرشات والرذاذ المائي هذا بيساعد أيضا حق الممارسة الرياضة تلطيف الجو عندهم خاصة في أجواء الحارة والصيفية ترجمة نانسي قنقر